السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد نعيش معا في رحاب القرآن الكريم مأدبة الله فوق الارض كنا قد وصلنا الى سورة يونس ونحن نتابع تنزيل القرآن الكريم على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم حسب وقائع التنزيل ما زلنا في الدعوة المكية والفترة المكية وقريبا ان شاء الله سوف نلجو الى الفترة المدنية التي فيها الاحكام الشرعية وفيها البيان الحلال والحرام وغير ذلك من الامور لكن الان غاية ومقاصد القرآن المكي هو زرع الايمان في القلوب وهو التوجيه الرباني للعقول والنفوس حول نورانية الدين الاسلامي نتابع اي والاحباب الكرام من سورة يونس وكنا قد وصلنا من خلال حلقة الامس الى الاية الواحدة والستين وبعد اعود بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا التفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال درة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم هذه الايات البينات ايها الاحباب الكرام انما تفتح جبهات ضد معسكر المشركين الذين كانوا يتهمون سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه اختلق هذا القرآن وانه افتراه وكانوا يجحدون وجود الله ومنهم من كان يشرك بجلال الله ومنهم من كان يسعى لطمس معالم الاسلام بالمقابل هناك فئة اهل الايمان الذين كانوا يتبعون النبي الامي جماعة من الصحابة هؤلاء الصحابة الاوائل قبل الهجرة هم خيرة خلق الله كانوا يتنفسون في العمل الصالح وكانوا يتصابقون في سماع القرآن وكلما سمعوا تنزيل هذه الايات ترى اعينهم تفيض من الدمع حتى ان منهم من صار وليا من اولياء الله هو صحبي اي نعم لكنه نال مرتبة الولاية تعالوا ايها الاحباب الكرام نتأمل في هذه الايات يقول ربنا في مطلعها بدءا من الاية الواحد وستين من سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ربنا عز وجل يخبرنا عن قاعدة اساسية من قواعد الدين وهي ان الله تعالى خبير بكل تصرفات العباد ربنا له عموم المشاهدة انه يشهد على كل شيء كل ما يفعله الناس كل تصرفات الناس كل حركات الناس هي مراقبة هذا الامر ربما قد يرفضه المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستبعده العقل البشري لكن انظروا نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين اليس عندنا كاميرات مراقبة في كل مكان مزروعة في كبريات الشوارع ومزروعة في المنتديات الكبرى بل انها مزروعة في الاقمار الاصطناعية الان الدول العظمى يمكن ان تراقبك انت في بيتك وماذا تأكل ومحادثتك مع زوجتك عن طريق المراقبة بالكاميرات الذكية المزروعة في الاقمار الاصطناعية عبر العالم هذا الامر صار حديثا لكن ايام زمان كان المشركون يستبعدون هذا الامر ان لله تعالى ان يطلع على كل شيء فربنا يقول وما تكون في شأن اي في حال من الاحوال اي حال عندك الا وربنا مطلع وما تتلو منه من قرآن اي كل ما اوحاه الله اليك هناك من يأخذه بيقين وامان وهناك من يأخذه بسخرية وبهتان ولا تعملون من عمل اي عمل صغير او كبير سري او جهري كل ما تفعل الا كنا عليكم شهودا اي وقت شروعكم فيه التفيضون فيه يعني منذ الانطلاقة منذ النية ثم شروعكم فيه واستمراركم في العمل الى ان تنتهوا الله تعالى رقيب على كل اعمالنا وكل صغير وكبير الا وربنا مطلع عليها ثم قال وما يعزب عن ربك من مثقال درة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ربنا يطلعنا على قدراته يطلعنا على قوته وجبروته ان الله تعالى عليم بكل شيء ما يعزب عن ربك اي ما يغيب عن علمه عن سمعه عن بصره عن مشاهدته من مثقال درة في الارض ولا في السماء ما هي الذرة 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 قيل بانه الجزء الذي لا يتجزأ منه الشيء هكذا علماء الذرة لما قسموا اي شيء الى اقسام الى ان ينتهوا الى جزء صغير جدا لا يمكن ان يقسم فربنا قال اصغر شيء ممكن تتصوره ربنا مطلع عليه حتى الذرة وهي الجزء الذي لا يتجزأ من الشيء فان لمحمد ان يعرف ان هناك اسم شيء اسمه الذرة كلمة الذرة هي كلمة معاصرة عرفت في القرن السابع عشر او الثامن عشر علمها العلماء في فيزياء وفي البيولوجيا وفي عالم الافلاك علموا شيء اسمه الذرة لكن فيما بعد في القرن العشرين تبين لهم بان هذه الذرة ليست هي اصغر شيء في الوجود فالذرة نفسها مكونة من مكونة اخرى من البروتون والنيوتون ومن تم قالوا هناك اسغر من الدرة فجاء القرآن الكريم يقول وما يعزب عن ربك من مثقال درة في الارض ولا في السماء ولا اسغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وحتى الاعجاز العلمي في القرآن الكريم علماء الفلك وعلماء الفيزياء النووية وقفوا امام هذه الاية مشدهين قالوا هذه تكفي لكي نؤكد بان القرآن الكريم كلام الله رب العالمين يكفي هذه الصورة او هذا المقطع من الاية جزء من الاية دليل على ان القرآن من عند الله لان هذه معطيات علمية دقيقة انما اكتشفها العلماء الكبار بعد بحوتات وابحات مضنية ومستمرة واكتشفوا انشطار الذرة ان لمحمد وهو امي كان يرعى الغنم ياجه في صحراء قاحلة منذ خمسة عشر قرن ان يهتدي الى هذا الكلام هذا ليس بكلام محمد هذا بكلام رب العالمين فربنا يؤكد لنا بان كل شيء في الوجود ربنا مطلع عليه اي نعم قلنا كاميرات المراقبة ترصد الصورة فقط وبعض كاميرات المراقبة المتطورة قد ترصد حتى الصوت لكن الله تعالى يرصد النيات ويرصد المقاصب ويرصد العزائم حتى ما كنت تظن الظن حتى الظن ربنا يرصده ولهذا فرق كبير بين كاميرات المراقبة المستعملة حاليا في الكبرى المراكز العسكرية كالبنتاجون وغيرها او في الاقمار الاصطناعية العليا المعلقة في اعلى السماء فرق كبير لان فقط ترصد الصوت او ترصد الصورة هذا منتهى لكن الله يرصد وبيقينه بربه يعلو الى اعلى عليين وتصير ايها المؤمن الضعيف بقوة ايمانك اعظم مخلوق فوق الارض لان ربنا عز وجل يكلأك ويحفظك ويرعاك وينصرك بشرط انك تتوكل على الحي الذي لا يموت وانك تكون من المقربين اليه فربنا يعلم حركة كل شيء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب اصحابه انه حينما يقومون للصلاة يستشعرون بان الله معهم الله معك الله يراك الله تعالى انت الان بين يديه هو الذي اوقفك بين يديه لما جاء جبريل مبعوثا من عند رب العالمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يسمى حديث جبريل لما سأله عن الاسلام وعن الايمان وصل الى الاحسان قال يا محمد خبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني ان عبادتنا ايوى الاحباب الكرام ينبغي ان نراجعها الكثير منا يصلي الكثير منا يعبد ربه وقد لا يرى الثمار العبادة المفروض انك اذا عبدت الله تعالى بيقين وصدق كشف الله لك المستور لان المؤمن يرى بنور الله والمؤمن يعيش في ملكوث الله والمؤمن يتنعم من طيبات الرحمن هذا هو المؤمن انا لا اتصور مؤمن يبكي لا اتصور مؤمن يشكي لا اتصور مؤمن يشعر بالضعف والهوان لان كل الخلق وكأنهم نسيج العنكبوت والخالق وحده عز وجل هو القوي كلما تمسكت به بالعروة الوطقة كنت انت الاقوى بعض الصالحين كانوا يسألون ما هي الطريق الى الولاية لك تصير وليا من اولياء الله قالوا يكفيك انك قبل ان تنام تقول الله معي الله ناظر الي الله يحميني الله يغفر لي قل هذا الكلام قله دوما خصوصا اذا كنت في موقف حرج قل الله معي الله ناظر الي الله يعينني الله يتولاني وبهذا تشعر بان الله معك في كل وقت وحين ومن تم تبدو هناك حبة زرع طيب في قلبك يبدأ يكبر وينمو ويثمر حتى تصير من الاولياء الصالحين من اجل ذلك قال ربنا عز وجل بعد هذه الايات ماذا قال في الاية الاثنين وستين قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون يا رب يا رب اجعلنا جميعا منهم الطريق الى الولاية من اراد ان يكون من اولياء الله الصالحين هو عليه ان يستحذر بان الله تعالى الرقيب ان الله تعالى عليم بكل شيء ما يعزب عنه من مثقل درة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا وفي كتاب مبين الكتاب المبين يعني ان الله تعالى عنده كتاب جمع فيه كل اصر الخلق من البداية الى النهاية كل شيء حتى ما لا يخطر على بالك ربنا كتبوا في كتاب مبين هذا يسمى كتاب القدرة وهناك قلم القدرة اول ما خلق الله في الوجود قلم القدرة قال ربنا يا قلم اكتب قال يا ربنا وما هو كائن الى الابد كل ما ترونه ايها الاحباب الان هو مكتوب رفعت الاقلام وجفت الصحف وربنا ليس فقط يعلمه بل هو يعلمه قبل ان يحدث يعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف سوف يكون فربنا عالم بكل شيء فمتى المؤمن اطمأن قلبه بهذا الامر وصار يشعر برقابة الله والخوف من الله ويحسن التوكل على الله صار من اولياء الله لهذا ربنا قال عقب ذلك من صفات اولياء الله هم احباء الله هم المصطفين الاخيار الولاية ما معناها هناك مرتبة المرسلين تحتها هناك مرتبة الانبياء تحتها مرتبة الاولياء يعني مرتبة عظيمة جدا مرتبة رفيع واحيانا حتى الاولياء قد يفوقون مرتبة الانبياء على رأي من رأي المفسرين واهل الذكر وسنعف على ذلك فقد يغبط الانبياء والمرسلين يأتي من تقدير المستقبل انا افكر في المستقبل افكر في مصير اولادي واطفالي وفكر في مصير وظيفتي افكر في جسمي انه يكبر ويهرم وقريبا قد اصاب بالخرف او ازهايمر واخاف من من الامن اخاف من ان يلقى علي القبض اخاف من اخطاء اقع فيها بيني وبين هذا كل هذه التخوفات هناك هرمون هرمون عندنا اسمه هرمون الخوف يبدأ يتكاطر في الانسان لانه دائما عنده هواجس وعنده وساوس فتجد دائما مريض هناك اناس ليسترنوستركم عندهم مرض خطير حتى في زمن الكورونا هناك من هو اخطر من الكورونا وهو الخوف من مرض الكورونا الخوف من المرض اشد من مرض ذاته والان يا ما التقيت مع اناس رجال ونساء في مراتب عليا لا اتحدث فقط عن العوام اناس اصحاب قرار اما في العدل واما في قطعة اخرى لا ارد انسميها واتفاجأ بان الانسان يشعر بالخوف كيف تشعر بالخوف وانت في مرتب عليا لانه غاب عنه قضايا الايمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحزن هذا هرمون اخر خطير جدا يكون في الجسم بماذا يتكون هرمون الحزن يتكون بالتفكير في الماضي ان الانسان يجلس ويفكر في الماضي الصحيق يبدأ في طفولته انه لم يكن محظوظا انه عاش في اسرة كان بينها نزاع بين الام والاب او عاش في فقر مدقع طفولته حزينة ولم يأخذ كفايته من اللعب الان وجدت مرة مسؤول كبير كان حزين وسبب حزنه ان اباه كان بخيل وكان لا يصرف عليه وشعر بحزن عميق ورأى بانه دائما حزين رغم انه كبر وصار من الاترياء لكن الحزن لا يريد ان يفارقه لانه كلما اشتغى لعبة او اشتغى لباسا كان ابوه يحرمه رغم ان اباه كان من الاترياء ميسور فشعر بالحزن هناك من يحزن لان في مراهقته مر بظروف صعبة احب بنت الجيران ولكن العائلة والاحباب ربما عنفوه وذهبت لغيره وشعر بحزن ومنهم من اختار شعبة بعد الباكالوريا مثلا عود ان يختار هذه الشعبة اختار اخرى ولم يكن محظوظ ان يلجى الى كلية الطب بل دخل الى كلية الاذاب ومن تم شعر بانه حزين واصبح الحزن معه دوما اخر الوظيفة لما توظف عود ان يتوظف في مستوى رفيع نال وظيفة وضيعة فصر حزين ومنهم من تزوج لم يتزوج بالتي كان يتمناها والتي كان يحلم بها في يقضته ولكن تزوج باخرى فتجده دوما حزين اخر مقر سكن لا يعجبه لانه لا يلق بمقامه تجده دائما حزين وهكذا اسباب كثيرة رزق باولاد هناك من يحزن يرى نفسه في المرآة لا تعجبه صورته فيشعر بالحزن اسباب الحزن كثيرة اذا فكرت في الماضي وبالطريقة السلبية هناك هرمون عندنا في الجسم يبدأ يكبر 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 فتصير عندك كمية هائلة من الاحزان لاحظوا من يفكر في المستقبل بطريقة سلبية يزدهر عنده هرمون الخوف واذا كنت تفكر في الماضي بطريقة سلبية يكتر عندك موضوع هرمون الحزن واذا التقى الخوف والحزن صار مثل المطرقة والسندان ضرب بالرصاص لهذا نجد بعض الناس يهرمون بسرعة كتلقى واحد الانسان كتعرفه كان وسيم انيق رزق في لحظة بلك بانه اصبه الشيب والتجاعيد وانه غزاه السكري وضغط الدم وتحطم تحطم بسرعة يا سبحان الله فولا كنت اعلمه كان في وضعي طيبة ما الذي حدث له لقد دخل اليه هرمون الخوف وتسرب اليه هرمون الحزن واتفق معا فقاموا بهدم هذا البنيان ما المخرج المخرج ان اولياء الله الذين قال فيهم ربنا لا خوف عليهم لهم يحزنون عندهم منطق في التفكير انه لا يفكر في الماضي ولا يفكر في المستقبل بل يعيش اللحظة الماضي اذا فكر فيه يفكر في اللحظات السعيدة واذا كان هناك حزن يقول حمدا لله لقد مررت بدروف صعبة وان شاء الله سأجاز عليها بالاجر والتواب ما فاتني وما اصابني لا يسبب للحزن بالعكس انا افرح لانني صبرت ومررت من ذلك الطريق ولكن ذهب الحزن بقي الاجر والتواب لان ربنا قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كنت صابرا ايام زمان انتهى الحزن اما المستقبل فان اولياء الله لا يفكرون في المستقبل لان المستقبل غيب والغيب عند الله اي نعم قد يفكر تفكيرا استراتيجيا يضع خطة خطة للالفية المقبلة يضع مجموعة التصورات لكن هذا لا يجعله يتمسك بكل ذلك مقاربات فقط فمن صفة اولياء الله انهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لانك قل لك ما مضى مضى ولن يعود ابدا والمستقبل غيب مؤمل وليس لك الا اللحظة التي انت فيها وذل اللحظة يكفي انك تكون مع الله فقط لا تظن انك هذه اللحظة تكون من الكبراء القوم من اصحاب التراء من اصحاب النجاح لا يهم المهم ہے ان تكون هذه اللحظة انت مع الله سواء كنت غني أو فقير كنت شريف أو وضيع لا يهم المهم أن تكون مع الله إذا كنت مع الله هذه اللحظة فأنت أسعد خلق الله يمكن أن نقول أيها الأحباب الكرام أن هذه الآيات هي مصدر السعادة من أراد أن يكون سعيد من أراد أن يكون متزم من أراد أن يكون يشعر بالقوة ويشعر بأنه لا يهزم وأنه مع الله متشبت بالعروة الوطقى عليه أن يمتتل هذا التوجيه الرباني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بعض الناس قد يتسأل من هم أولياء الله قد يظن بأن أولياء الله هم رجال الله لهم يضعون مجموع من الطقوس ربما يضع زاوية كبيرة ولا بد أن يضع عمام خضراء كبيرة وليحية بيضاء وسبح أشكال وألوان تلمع وعندهم مريدين وهناك طقوس وهناك عمارة وهناك مجالس ذكر يتصور هكذا هذا ما أولياء الله ربنا يقول لك لا ليس بالضرورة بشرط أولياء الله فيهم صفتين فقط صفتين أنت أيها المستمع الكريم وأنت أيها المستمعة الكريمة ممكن أن تكون من أولياء الله وأنت إنسان بسيط إنسان عادي لكن بشرط يتوفر فيك صفتين من هما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط لا بد أن يكون عندهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أن يكون عندكم صدق الإيمان هذا هو الشرط الأول عندك إيمان يقين الغيب الإيمان بالله والملائكة غيب الكتب المقدسة كلها التوراة والإنجيل والزابور والقرآن وبالرسل كل الرسل لا نفرق بين أحد من رسله وباليوم الآخر تعتقد بالبعث وبالنشور وبالقدر القدر خيره وشره ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا هو الإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني صدقوا إيمانهم باقترانه بالتقوى التقوى هي الامتتال للأوامر والاشتناب للنواهي ولهذا كان سيدنا علي بن أبي طالب يفسر معنى التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناع بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه مجرد أهم صفات التقوى أن يكون عندك الخوف من الجليل لا بد من صفة أولياء الله وأهل الإيمان أنهم يخافون من الله قبل أن يفكر وأن يتخذ أي خطوة يقول هذا الأمر هل ربنا يرضاه أم يكرهه قبل أن يفكر في الخلق مهما على مقامهم هل ربي يرضى أم لا يرضى أنا لا لا هم لي ولا شغل لي ولا علاقة لي بالخلق كلهم الذي يهمني هو الخالق هل هو عني راضي أم لا إذا كان عني راضي أقدم إذا كان غير راضي أحجم لأني أخاف أن يتدخل بقوته وجبروته فيعاقبني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني كل شيء أردت أنا أتخذ في حياتي أسأل عن حكمه الشرعي في القرآن والسنة أسأل العلماء وأسأل الفضلاء من أهل الفقه وأهل الحديث أقول لهم ماذا قال ربنا ماذا قال سيدنا النبي العمل بالتنزيل والرضى بالقليل يعني من صفة أولياء الله لا تراهم يتزحمون على الدنيا يرضى بالقليل باركة الله يجعل باركة عندي لقمة تذهب عني جوعي وعندي لباس يستر عورتي وعندي بيت متواضع سقف يحميني من الشمس ومن المطر وكفى كفى لا يجعل باركة الرضى بالقليل وإذا دخل في أي مجال لا ينتظر التعويضات لا يطلب التعويضات ولا يطلب لاحظوا بأن الحركة الوطنية التي دافعت عن حوزة المغرب الناس فيها مراتب هناك أولياء الله دافعوا من أجل الوطن ونالوا الاستقلال ثم انسرفوا في حمد الله ولم يقلوا فعلنا ولا تركنا وفي أتاني ربما تقول نحن لا بد أن نأكل من الكحكعة لنا حقوق دافعنا ورفعنا الراية لا بد أن نأخذ التعويضات لا بد أن نأخذ بقع أرضية نأخذ رخص استغلال سيارات أجرى يطالبون بالتعويض من علامة أولياء الله أنهم يعملون العمل لله ولا ينتظرون التعويض من أحد وإن أخذوا شيئا الله يجعل بركة لكي تسير الحركة فقط أما التعويض الحقيقي فهو عند الله فهؤلاء إذا كانوا في مضي الصفات صاروا من أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا أنت أي الإنسان إذا كنت مؤمن وكنت تقي إنك سرت وليا من أولياء الله كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يا رسول الله من هم أولياء الله قال النبي الكريم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين إذا رؤوا ذكر الله إن هناك أناس لما تراهم يذكرونك بالله لأنهم بابتسامتهم العريضة وبقناعتهم وبهندامهم المتواضع النظيف وكل حياتهم في الذكر إذا رأيتهم ذكرت الله تعالى هذا هو أولياء الله أما إذا ذكرت بأن الصراع والدنيا والتقرب إلى أهل الأموال والتقرب إلى أهل السلطان لا لا بد أن تكون تتقرب إلى مالك الملك إلى رب العالمين أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وكان معه أبو هريرة ويسمعه ما يقول قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء هناك عباد لله يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء فأبو هريرة كان مع جماعة من الصحابة إشرأ أبو قالوا يا رأي رسول الله هل هناك أقوام أفضل من الأنبياء والشهداء يغبطونهم من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب وجههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه صفة عظيمة من صفات أولياء الله هم قوم تحابوا في الله المحبة وهي نعمة عظيمة جدا المحبة قيمة قيمة أخلاقية كبيرة نفتقدها في حياتنا لو كنا نتحب فيما بيننا وكل منا يحرص على أنه يستر عيوب صاحبه وكل منا يظهر ما عند الآخر أجود ما عنده وكل منا يؤثر صاحبه وعلى نفسه هذه المحبة كانت في الصحابة لماذا الأنصار والمهاجرين كانوا فيهم محبة عظيمة حتى قال أحد المستشرقين البريطانيين قال لقد نظرت إلى فترة الصحابة فوجدت وكأن الملائكة تكاد تنزل من السماء لتصافح الناس في الطرقات والسر هو في المحبة فيما بينهم تحب في الله من غير أموال ولا أنساب حتى كلك يتحب معك حتى نتعلم بس عليك غير يستفيد منك أموال وكلك يتحب معك لأنك في السلطة ستنفع إذا وقع في ورطة أو معك عندك أنساب ستناسب معه وغدر مع العلاقة العائلية فهؤلاء ليس غرضهم كذا يتحبون لله فقط لله قد تجد رجل غني ويحب رجل فقير قد تجد رجل في أعلى السلطة ويحب رجل في أدنى رتبة المجتمع لا ينظرون إلى الأموال والرتب والأنساب وإنما للقيمة الإيمانية تحب في الله وصفهم أن وجوههم نور يوم القيامة يبعثون وجوه فيهم نور مستمدة من نور الله ويبعثون على منابر من نور الناس يأتون في يوم القيامة على الأقدام هناك من يأتي يزحف على أربعة هناك من يزحف على بطنه هناك من يتهاذى مرة يسقط ومرة يقف أما هؤلاء يوم القيامة يؤتون على منابر من نور ويوم القيامة في فزع في خوف مشاهد الرعب يوم البعث والنشور الناس يخافون لكنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الأقوام تتمت الآية ماذا قال ربنا عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سلام هذه كرامة أخرى أيضا لهم البشرى ما هي البشرى البشرى في الدنيا قالوا هي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين فإذا أردت أن تعرف هل أنت من أولياء الله اسأل علاقتك بالناس هل الناس يحبونك هل يتنون عليك خيرا إذا ذكرت عندهم في ظهر الغيب هذه بشرى للمؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الكلام الحسن في الشخص وهو غير حاضر دليل على أن له البشرى كتسول فلان كيف حاله فلان ما موقعه فلان الله يعمر له الضار فلان إنسان مستقيم فلان إنسان صادق فلان إنسان صفة حسنة هذه البشرى الأولى المحبة والمودة في قلوب المؤمنين والتناء الحسن عليه والعلمة الثانية هي الرؤية الصالحة أنه يرى رؤى صالحة يرى أنه مسافر إلى الحج يرى نفسه يطر في سماء زرقاء يرى نفسه في حقل أخضر يرى نفسه يقرأ القرآن يرى نفسه يصلي إما يرى نفسه أو ترى له كما قال النبي الكريم الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال صلى الله عليه وسلم بأن الذي لما سئل أبو درء الغفار قال يرى السلطة الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويتنون عليه به فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن إنسان كده الوحد العمل صالح ده نفسدق وإتقان ونفع به البشرية والنسك قل فلان ما أحسن يطين عليه خيرا قال النبي الكريم تلك عاجل بشرى المؤمن فهذه كرامة من الكرامات نسأل الله تعالى أن يجعنوا إياكم جميعا من أهلها والكرامة المهمة جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المؤمن عند الاحتضار ماذا قال ربنا عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في غامات اشتهي أنفسكم ولكم في غامات الدعون نزلا من غفور الرحيم هذه بشارة عظيمة عند الاحتضار المؤمن لما يكن يحتضر تاتيه الملائكة بيض الوجوه وبيض التياب ويقول له أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج الروح من فمه كما تسير القطرة من فم السقاء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذه البشارة للمؤمنين الصادقين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك لا تبديل لكلمات الله لما تحدث عن أولياء الصالحين قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يعني أن هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يتغير ولا يمكن أن ينسخ ولا يمكن أن يبدل لأنه وعد صادق من الله ولأنه حق لا يمكن أبدا أن يقع عليه تغيير أو تبديل فبشرى لكل من كان في هذه الصفة ذلك هو الفوز العظيم يعني الذي اجتمل على النجاة من كل محضور والظفر بكل مطلوب فنسأل الله أن نكون جميعا من أهل الفوز العظيم بعد ذلك ربنا عز وجل سيخاطب نبيه سيئنا محمد في هذه اللحظات ومن معه من الصحابة كانوا فقراء وكانوا عبيد وكانوا يتعرضون للأذى وكانوا يذلونهم الذل فنزل قول الله تعالى بعد ذلك ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله تعالى يخاطب نبيه يا محمد إياك أن تحزن أنهم يقدحون فيك وفي دينك ويقولون لك كلام جارح لا يضرّك هذا الكلام إن العزة لله جميعا الله يؤتي العزة لمن يشاء ويمنعها من يشاء فهو صاحب العزة من كان يرد العزة فلله العزة جميعا لأن من طلب العزة من غير الله أذله الله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ثم قال وهو السميع العليم أي أن الله تعالى سمعه محيط بجميع الأصوات لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقل درة في الأرض ولا في السماء بعدها قال الله عز وجل ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يعاتب الله تعالى المشركين ويخبرهم بأن كل ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا كل لله ربون يتصرف فيهم بما يشاء من أحكامه فالجميع مماليك لله الكل مسخر لله الكل مدبرون من أجل الله ولا أحد يستحق العبادة وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هؤلاء لا قيمة لهم ليسوا بالشركاء لله هذا مجرد ظنون لا يغنم الحق شيئا وإنهم إلا يخرصون أي خرص وكذب وإفك وبهتان من يتخلون آلهة مع الله جل جلاله ثم يذكرهم بقدرة الله على الخلق ماذا قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة انظروا إلى رحمة الله عليكم يا عباد الله ربنا من كرمه أن أعطاكم الليل فيه النوم والراحة بسبب الظلمة وتصوروا لو استمر الضياء طيلة النهار لم استطعنا أن ننام ولا أن نسكن ولكن بفضل الظلمة بالليل نشعر بالراحة والنوم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة النهار ضياء شمس مشرقة وأنوار في كل جانب نبصر ونتصرف في معايشنا ونقوم بمصالح ديننا ودنيانا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يعني هؤلاء المؤمنون تكفيم هذه الدلالة كان سيدنا إبراهيم حينما يستيقظ يرفع رأسه إلى السماء ويقول ذهب الليل وأقبل النهار ويتأمل في ملكوت الله كيف ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بضيائه ويبقى يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفي المساء يقول أدبر النهار وأقبل الليل أدبر النهار بضيائه وأقبل الليل بظلامه ويقول سبحان الله سبحان الله فقال ربنا وإبراهيم الذي وفى أنه وفى العبادة ووفى التدبر والتأمل إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون يسمعون كلام الله يسمعون التنزيل سمع قبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد وفي الختام يقول الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض يعاتب الحق جل جلاله طائفة من الناس ادعوا بأن الله عنده ولد ويقصد النصارى الدين النصراني دين حق أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نصر دين الله هو دين حق منزل من عند الله لكن طرأ عليه التبديل والتغيير في قضية جوهرية في قضية العقيدة في قضية التوحيد نحن المسلمين نؤمن بأنه لا إله إلا الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لكن النصارى يعتقدون بأن الله له ولد لهذا سبحانه يقول قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني سبحانه ينزه نفسه لماذا تقولون هذا الكلام؟ إنكم تلحقون بالله تعالى النقصان وهو الكامل جل جلاله لذا قال سبحانه هو الغني الله له الغني التام عن الخلق فمن كان يحتاج إلى ولد ربما يقول لما أكبر هذا الولد سيخلفني وسوف يعونني يعينني على المتاعب كلنا نفكر هكذا نرى أولدنا يكبرون ونفرح نقول لما نكبر ونهرم هذه القولدات يرحموننا ويعتنون بنا فالرغبة في الولد هي رغبة بيان على النقصان لكن الله هو الغني له الغنى التام فإذا كان غنيا من كل وجه فلماذا يحتاج إلى اتخاذ ولد هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض أن الله يملك كل شيء فلماذا هو محتاج لهذا الشخص الذي تدعون أنه ابن الله هو أيضا مخلوق وعبد مملوك وهذا ينافي عقيدة التوحيد إن عندكم من سلطان بهذا يعني قولكم هذا أيها البشر هو مجرد بطلان ما عندكم حجة ولا برهان يدل أن لله ولد فلو كان لكم دليل لا تخطموه أتقولون على الله ما لا تعلمون هذا استنكار لماذا تقولون على الله تعالى هذا الكلام الكبير جدا تدعون بأن الله له ولد وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هؤلاء توضعوا على صنع عقيدة بطلة هم مجموعة من الحواريين ومن الرهبان في مجمعات كمجمع نيقة وغيرها من المجمعات العلمية ووضعوا قواعد وإفتروا على الله الكذب هذا الكلام غير مكتوب في الإنجيل المنزل على قلب سيدنا المسيح عيسى بن مريم وإنما هو كلام اتفق عليه الحواريون والرهبان في مجمعات علمية وضعوها في الكنيسة ومن تم ربنا يقول هؤلاء كذبوا إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون أن لن ينالوا مطلوبهم لن يحصل لهم مقصودهم وإنما كان همهم الدنيا وهو أمر قليل ثم ربنا عز وجل يتوعد وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لأن ادعاءهم بأن الله له ولد فيه ظلم لله وفيه مس بجلال الله لهذا فسينالهم عذاب شديد بسبب فعلهم هذا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون لهذا ربنا عز وجل نفى أن يكون عنده ولد وبين بأن هذا خطر شديد ومن تم صارة النصرانية باطلة ماذا قال ربنا عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا لا إله إلا الله هذا الكلام فقط من حيث البيان دليل على أنه كلام الله تستشعر بأن هناك إله يتحدث ما يتخيل أن محمد راعي الغنم أمي يتيم فقير يقول هذا الكلام هذا خطاب إله يتحدث فنسأل الله تعالى أن يتبت إيماننا جميعا ولك الحمد يا ربنا ولك النعمة والفضل أن جعلتنا مسلمين وجعلتنا موحدين جعلتنا موحدين بكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي التي تميزنا عن بقية الأديان نحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذا الفضل اللهم تولنا بعنايتك ورعايتك واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل في قلوبنا الإيمان واليقين واختم لنا بالحسنى واجعلنا من ورطة جنة النعيم واجعلنا بجوار سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا قولوا معنا جميعا آمين أيها الأحباب آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة